قبل إحنا كنا قاطعين نفسنا والله يعني كل أمل إحنا ما متأملين قبل يرجعوننا بس هسنا نشوف يعني نقول بلشت بالخير إن شاء الله والله كريم وإحنا نشكرهم جزير الشكر إحنا هم هنا أناس تعبانين والإنسان اللي طالعين بيتها سبع سنين هم صعبة عليه بعد أن يأسوا من العودة إلى ديارهم يعود الأمل اليوم لهذه العوائل التي تعيش أوضاعا مأساوية صعبة منذ أكثر من سبع سنوات تحت راية تحالف عزم بدأت قوافل العودة بالانطلاق نحو جرفة الصخر والله نشكره 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 يعني ما جزيل الشكر ما قدر يعني نوصف لك بالشكر نشكره إلى رجعنا لديارنا قلت لك لو تراب مو تراب ع تراب ونصبنا خيم ونقعد أحسن من هاي القاعدة هنا أنا يعني متبهذلين متبهذلين ماذيش ما وصف لك هم متبهذلين أقسم لك بالله هس الحلبوسي مو رئيس برمان ما سوى كل شي ولا يوم انتفت للجنابين وقال شردون عوائل مريضة عوائل متعففة عوائل منتهية سبع سنين خيم وهاي تانكيات منتهية هادوالا كل ما سمعوني محهد ينفق خلف الله على ناس متبرعة من مالها الخاص تجي شوف العوائل متعففة تنطيها ما هو غير هاي نازحوا جرفة الصخر الذين تقطعت بهم السهل يستقبلون اليوم قرار عودتهم إلى مناطقهم بمشاعر لا توصف ولا يعبر عنها سوى بدموع الفرح وكلمات الثناء للشيخ خميس الخنجر بعد ان تكفل بعودتهم إلى ديارهم واوفى بوعده احنا بالنسبة مشاعرنا ما توصف ما توصف كل عراقي شريف ما توصف مشاعرنا عالية كلش نشكر خميس الخنجر على المبادرة اللي يبادر بيها وسعى بيها ويرجعنا والله يعني الى غصر في الجنة ان شاء الله والله ترى ما تفيد لا المال ولا الحلال ولا الفلوس يفيد بس العمل الصحيح بهاي الدينة الفانية وين عمامنا وين رحت اجيال جيب هالعراق وراح فانيالا لعمل خير امنيات هؤلاء الاطفال بسيطة جدا لا تتعدى كونها حقوق العيش في منازلهم وممارسة طقوس طفولتهم المسلوبة كالشيخ خميس الخنجر وارد ما نريد نطالب منطقتنا وارد نرجع والله قبل نصل العشر سنين وارد نرجع لمنطقتنا والله احنا سان عمري 13 سنة وسان منطقتنا يمكننا حتى ما شايف ما نذكره اليوم وبعد ان تخلى عنهم جميع المسؤولين يقف تحالف عزم وقفة رجال ليعيد البسمة لهذه العوائل المنكوبة وارجاعها الى ديارها بعد سنوات الغربة لقناة الفلوج الفضائية احمد ناجي ترجمة نانسي قنقر